اشتركوا في القناة 428 مليون متر مكعب يتواجد بالجماعة ترميكت بالإقليم دياله ورزازات الحوض المائي دياله تقريبا 15 ألف كيلومتر مربع الواردات السنوية المنشأة 316 مليون متر مكعب تم تشيده سنة 1972 الحمد لله بفضل التساقطات المطارية اللي شهدها الإقليم دياله ورزازات ما بين 16 و 19 فبراير كان المخزون المائي بالسد لا يتجاوز 8% الحمد لله إلى حدود اليوم تم تسجيل وردة مائية بلغت في مجموعها 80 مليون متر مكعب وهو ما سيمكن أولا من التزويد بالماء الشرب بالمراكز المرتبطة بهذا السد وكذلك من تلبية الحاجيات الفلاحية بالسافلة وكذلك إنتاج الطاقة الكهربائية خلال الطلاقات الموجهة للسقي حاليا نسبة الملأ 27% هذا السد كما قلت تم تسجيله سنة 1972 على وقت ضرعه الشكل دياله فهو تنسميه مقوس يتنبغج فوت يعني الاصطابلات دياله إلي أصوري بدك بدك لفورم دياله كما تتلاحظوا دياله إلي فوت ويعني لعب واحد دور كبير في المنطقة بحكم أنه هو النهار تبنى في 1972 كالغرض الأساسي هو الوقاية ديال السافلة من الفيضانات وكذلك السقي الأراضي الفلاحية المتواجدة بالإقليم دياله الزاقورا اللي كما قلنا يعني تسقي واحدة 26.000 هكتار من تقريبا من الجماعة دياله أفلندرا تل جماعة ديال المحميد الغزلان دياله إلي فوت من بعد جاءت المدينة دياله الورزازات من خلال واحد المحطة عائمة تنخدوا داك المدينة ديال البراج سيد لوبريت من بعد كان واحد المحطة ديالتحلية هي اللي تتأخد داك الماء ومن بعد المدينة دياله تتستفد منه ألغو من بعد في 2013 إلى 2012 تم الإنشاء ديالواحد المحطة كذلك دياله نور ورزازات اللي هي محطة عائمة في الحاقينة ديالسد اللي يفاف العليا ولي كذلك تأخد الماء ديال المحطة ولي تقريبا لحاجيات السنوية اللي تتأخداد المحطة ديالنور تقريبا تقدر بجوش للميوميتر مكعب سنويا للميوميتر محطة ديالسد للميوميتر محطة ديالسد كان 2014-2015. ولكن في 2014-2015 ، لم يرشق أبدا لماذا لمدة عامدة تدريخ في 330 م 어려م والم3 في المنة ليس عام 1-H 2021 في يومي في أنتهي حدثًا لديه مقارن الض joue عن المنطقة واقع بعد الأصابة نقال 80 م para مرة المنطقة كانوا نظرون فقط ترجمة نانسي قنقر